في نفس اليوم اللي تم ايقافكم فيه 18 يوليو 81 برقيبة قام برفع الحضر عن الحزب الشيوعي نكاية فيكم واكتبل الأمين العام الحزب الشيوعي المرحوم محمد حرمل وأعلن ذلك بالصحافة وبالإذاعة بصوته قالوا يا محمد أنا أرجع لك الترخيص الذي سحبه منكم في الستينات لتعملوا لنتعاون على الخوانجية لنتعاون على الخوانجية فرصخ في أرهاننا أن هناك تواطئ بين اليسار والسلطة الحاكمة وهذا التواطئ لما يكون شامل لكل يسارين حتى أكون صادقا مع نفسي لكن جلهم كان متواطئا في اتجاه قمع الإسلاميين وقهرهم وتبرير مواقف السلطة القامعة لأنني أذكر مع مرور الزمن ومع قلدون بن علي أصبح كثير من الجمعيات العالمية المدافعة عن حقوق الإنسان تسائل النظام التونسي عن القمع المسلطي على الإسلاميين وعن الاستبداد الحاصل لهم والتعذيب والتنكيل والتشريد والتجوية فكان النظام يرسل بعض النخبة اليسارية قل بعضها حتى لا يبتدي على الشرفاء منهم بعض المرتزقة يروحون لتبرير هذه المواقف يقولون لا ديمقراطية لأعداء الديمقراطية هؤلاء يستعملون الديمقراطية سلم الوصول إلى الحكم فإذا وصلوا ضربوا للسلمة أسقطوا أرضا حتى لا يعلوا أحد غيرهم كيف أنتم تدافعون عن هؤلاء الذين هم أعداء الديمقراطية أنتم الآن دخلتم في جانب شائق جدا مع برقيبة لو أنكم حركة سياسية إلى جوار الحركات الكثيرة الموجودة ما حفل بكم كثيرا ولكن برقيبة جاء ليهدم الدين بالعصى من البداية من 57 وهو يطرق طرقات قوية في الدين ويريد أن يؤمم الدين وسلوكيات الناس حتى أنه جعل الولاي على الشعائر الدينية مسؤولية الوزير الأول قام بإلغاء الأوقاف أصبح المفتي موظف في الدولة أم من كل شيء بس لقى بعد عشرين سنة إسلامين طلعين له بيقولوله إحنا موجودين لنحقق في المجتمع ما سعيت أنت لهدمه طوال عشرين عام أولا الجامعة انحسر فيها تأثير اليسارين والشيوعين لأن الجامعة كانت بيد اليسار عندما في السبعينات أنا عندما درست في أواخر الستينات لم يكن هناك خطيب واحد يتحدث خارج إطار اليسار بداية من السبعينات إلى نهاية السبعينات وقع تدحرج كبير وانحسر المد اليساري وعوضه المد الإسلامي وعصبت القيادة واستربع دحيل يعني بعد بضعة عوام قيام الاتحاد الطلب الإسلامي الذي قم بالجامعة فهذا كان بالنسبة لبرقبة ضربة قاضية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر